ماذا بعد يشوع هل الشعب ظل برهبته أمام الأمم هل يتدخل الله لإنقاذ الشعب وهل يقوضه الرب بعدما مات يشوع ما هي ملامح عهد القضاء أعزائي المشاهدين والمشاهدات برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حقائق وظلال عبر الزمان وفي هذه الحلقة نتحدث ماذا بعد موت يشوع عاش يشوع 110 سنين ومات أي أنه خدم الرب في جيله 30 سنة يوم أن مات موسى كان هناك يشوع وظهر له الرب كما كنت مع موسى أكون معك ماذا بعد موت يشوع ربما لم يتوفر شخصية كموسى موسى أو شخصية كيشوع ولكن الأمر ليس في موسى أو في يشوع الأمر ليس في إليا أو إليشع الأمر ليس في أي قائد من القاذة الأمر هل الرب هو قائد هذا الشعب أم لا فإن كان الرب هو القائد حتى وإن مات موسى حتى وإن مات يشوع الرب موجود ويستطيع أن يقود قطيعه في البداية في عهد اسمه عهد القضاء بعد ما مات يشوع بدأ معانا عهد اسمه عهد القضاء كلمة قضاء شف الطيم يعني القضاء في هذا العهد أو في هذا العصر رأينا في بداية انتصارات ثم لم تدم طويلا هذه الانتصارات فكانت الانكسارات الانتصار في إصحاح واحد بمجرد مات يشوع تجهز القوم من بني إسرائيل وبدأ يحارب حروب الرب في إصحاح واحد من سفر القضاء دعونا نفتح كتابنا المقدس يقول كذا وكان بعد موت يشوع أن بني إسرائيل سألوا رب قائلين من منا يصعد إلى الكنعانين أولا لمحاربتهم فقال الرب يهوز يصعد يقصد بصبط يهوز وبدأ الرب هو الذي يقود يقود المسيرة وهو الذي يخطط لكل شيء فالرب هو المسؤول على هذا الشعب ولذلك نجد في عدد سبعة كلمات أيضا مهمة خلينا نقراها يقول فقال أدوني بازق سبعون ملكا مقطوع أباهم أيديهم وأرجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي كما فعلت كذلك جزاني الله وأتوا به إلى أرشليم فمات هناك عندما انقلب الكنعانيون وشدد خبر موت يشوع شدد قلوبهم فأرادوا الانقلاب وأرادوا أن يطردوا إسرائيل ومحاربته ولكنهم فاتهم أن من كان يقود يشوع هو ذلك الفارس المغوار الذي رأى يشوع على حصانه وقال له أنا رئيس جنذ الرب هذا هو القائد الحقيقي ربما يكون هناك قائد من البشر لكن القائد الحقيقي هو شخص الرب إلهنا لا يزال موجود ربما الكل يغيب عن المشهد لكنه موجود فبدأ الرب هو الذي يقود المسيرة ويقود الحرب في النهاية انكسر الكنعانيين والملك بتاعهم أدوني بازق كان بيقول انه كان في ناس انا كنت بقطع اباهم اصابعها وكنت بخليهم يكلوا تحت مائدتي يلتقطون كالكلاب مثلا والان والان كما فعلت هكذا جزاني الله وانتقل الى ارشليم ومات مات ادوني بازق بنفس العمل الذي كان يعمله هكذا صارت يضر الرب القوية مع شعبه لكن هل الامر استمر نجد عندما ارتاح الشعب واستقر واحس انه له هيبة في وسط الامم التي حوله هدأ استقر احس بالسلام ولم يقم اسرائيل بطرد الامم الذي اوصاهم الرب بان يطردوهم فبقوا معهم في نفس المناطق وبدأ يسكن اسرائيل في المناطق ويساكن الامم ويختلط بهم وده كان الرب ليس عايزه من شعبه ليه لانه في اختلاط الشعب بالامم بالتأكيد هيبقى فيه تأثير وتأثر هيبقى فيه انه من بني اسرائيل من يعبد الالهة الوسانية وهلق فيه تزاوج من الامم بين اسرائيل وبين باقي الشعوب وهيحدث اختلاط في النسب واختلاط في العادات واختلاط في التقاليد واختلاط في العبادة النهاردة مع يهوى وبكرة مع البعل النهاردة مع إله إسرائيل وبكرة نصلي لإله القمر وهكذا فبدأ الشعب يختلط بالشعوب وعندما اختلط بالشعوب عاقبه الرب اخي انظر معي في هذه العبر عندما كانت الامم تعبد غير الرب اقام عليها إسرائيل وشددها لكي يعاقبها الآن وإسرائيل صار كالأمم شدد الرب الأمم لمعاقبة إسرائيل اللي بيسأل ويقول انه ليه الله خلى إسرائيل يحارب الأمم ويحرمها النهاردة بنقول لكمان انه يوم إسرائيل ساب الرب وتعلق بالأمم الرب كمان صلت عليه الأمم فالرب هو الوحيد المسؤول عن العقاب والثواب هو المسؤول أن يعاقب هو المسؤول أن ينتقم هو المسؤول على أن يقتص من شعب ما وأن يأخذ منه العقاب دي مسؤولية الله إسرائيل كان عنده حكتين مهمين الحاجة الأولى أنه يتعبد ليهوى ما ندرش نقول أنه هنا ما تعبدوش للرب لهم هم تعبدوا ولكن بجوار هذه العبادة كانت هناك علاقة مع الأمم في شعائرهم وفي احتفالاتهم وبدأ الشعب يختلط بالأمم مع العبادة التي كان يعبدها ليهوى يعني هلأي مثلا خيمة الاجتماع كانت موجودة في شلون هلأي تخديم الزبائح في سفر قضاء صحة 13 هلأي عمل الختان شريعة الختان كانت موجودة في صحة 14 هلأي تخديم النزور في إصحاح 11 يعني إسرائيل بيتمم شريعة الله ولكن يختلط بالأمم ويعاشرهم وله علاقة بهم في احتفالاتهم الدينية واحتفالاتهم الاجتماعية نفس الفكرة الشيطانية اللي رب قال على لسان فرعون في هذا الأمر بيقول لموسى إذا كنت عايز تعبد الرب اعبد الرب في هذه الأرض مش لازم تطلع بره ما تعبد أنا قلت لك ما تعبد شيء اعبد الرب في هذه الأرض اللي منعك لا يمكن ان يكون في علاقة لهذا الشعب مع الرب وهو في أرض غريبة قالوا لهم كده في السبي رنموا لنا من ترنيمات صهيون فقالوا كيف نرنم ترنيمة الرب ونحن في أرض غريبة عشان كده كانت تبقى عبادة زي ما هي في سفر القضاء عبادات شكلية وعادات أكثر منها علاقة مع الإله هي عبادة وطقوس وشرائع لابد ان ننفذها أما القلب فهو مبتعد عن الله شعبي يعبدني بالشفتين أما قلبه مبتعد عني اللي يشوفه وقت التقديم الشريعة سواء كان في العبادة أو في النذور أو كان في الختان أو في الزبائع ما يشوفه وهو مع الأمم بيختلط بهم ويجاريهم في عاداتهم فالرب يكره هذا الأمر زي ما قال كده انه رب لا يطيق الإثم والاعتكاف انه يبقى واحد بيصلي وفي نفس الوقت كمان أثيم وخاطي ونجس الأمر ما ينفع شي للشرير قال الرب ما لك تحدث بفرائضي وقد القيط وصيايا خلف ظهرك عشان كده في صفر القضاء بنلاقي أمور هم جدا أول شي في ميل لإسرائيل دائم نحو الشر في ميل دائم نحو الخطي في ميل دائم للابتعاد عن الله كان دائما هذا الميل النقطة الثانية عقاب الله لهذه الأمة لأنه اللي يبعد عن الرب بالتأكيد هيدر نفسه عشان كده دائما كان الرب بيعاقب هذا الشعب على ابتعاد عن قائده وعن الملك الحقيقي اللي موجود فيه النقطة الثالثة هنلاقي صراخ الشعب عارف أنه في إله عارف علاقته بيهوة فيصرخ الشعب للرب النتيجة أنه الرب يسمع ويستجيب فيرسل لهم من يخلصهم يرسل لهم من ينقذهم من أعدائهم ويفضل كذا العلاقة بين الرب وبين شعبه الشعب يبعد الرب يعاقب الشعب يصرخ الرب يرجع ينقذ الشعب من الضربات أو من عقاب الرب بواسطة الأمم أخي ابقى معي لأن في الجزء القادم سنتحدث بالتفصيل عن عهد القضاء وفي أي وقت كان في التاريخ أعزائي المشاهدين والمشاهدات برحب بكم مرة تانية في هذه الحلقة من البرنامج تحدثنا في الجزء الأول عن بداية عهد القضاء وإزاي بدأ القضاء أو بدأ إسرائيل يبقى لي سياسة في الإبتعاد عن الله لكن الرب كان يعتبر نفسه هو المسؤول عن هذا الشعب وهو راعيه وهو الملك الحقيقي فيه كاتب سفر القضاء قيل أنه آخر قاضي في إسرائيل وهو سموئيل النبي سموئيل الرائي وسموئيل شخصية رائعة جدا في كلمة الله لدرجة أن الكتاب حط موسى وسموئيل معا في آيات كثيرة إلا أن الكتاب قال أن موسى لم يقم مثله في بني إسرائيل كتب سموئيل سفر القضاء لأنه آخر قاضي وهو الذي حكم على هذا العهد وقلنا أنه السمة الحقيقية فيه ابتعاد الشعب عن الله ولو بصنا هنلاقي في إصحاح مثلا ثلاثة عدد اتناشر وعاد بني إسرائيل يعملون الشر في عيني رب صحة أربعة عدد واحد وعاد بني إسرائيل يعملون الشر في عيني رب بعدها بنلاقي في صحة ستة وعمل بني إسرائيل الشر في عيني رب فدفعهم الرب اليد مديان وهكذا عندما يموت القاضي يرجع الشعب مرة تانية إلى شره ويقول كده سفر القضاء أنه لما لم يكن ملك في إسرائيل كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه هي دي السمة العامة أنه طالما ما فيش لنا حاكم وما فيش لنا واحد يقف لنا بالمرصاد كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه وهنا مسؤولية الشخص هل لو لم يكن هناك عقاب أو سواب هل كنت تحب الرب إسرائيل هنا عندما لا يكون حاكم كان يفعل الشر وعندما يكون هناك حاكم يقف ويعبد الرب هل هذه عبادة هل لو لم يكن هناك عقاب أو سواب عند الرب كنا على علاقة به كنا حبنا زي ما هو حبيبنا الرب يدينا نعمة حتى نتعامل مع الله بنفس الطريقة التي يتعامل هو بها معنا عمل الرب أو أقام الرب قضاء أقام الرب قضاء الفرق بين القاضي وبين الملك إيه أنه القاضي حاكم أما الملك فهو يملك ويورث الحكم لابنه أما القاضي فلا يورث القاضي لا أجر له الملك أمامه كل الأشياء لا يجمع الضرائب القاضي لا يجمع الضرائب أما الملك فيجمع الضرائب القاضي لا يسن القوانين إنما كان يحكم بما جاء في شريعة الله الملك كان بيسن قوانين الحكم ليس في صبت معين لكن في الملك كان الحكم في صبت معين ويورث ولذلك الرب لم يشأ في إرادته أن يجعل الملك في إسرائيل لاعتباره أنه هو الملك الحقيقي والحاكم الذي تحته هو من يحركه الملك الأصلي الذي هو الله ولذلك يقول كذا الكتاب أقام الرب قضاء أقام الرب قضاء فترة القضاء هي فترة حرية جدا هي نلاقيها في الكتاب ما بين يشوع وما بين إقامة المملكة هل نلاقي فيها أمور هامة إسرائيل يبتعد والرب يقيم له مخلصين المخلص يعني ينقذ من أعداء خليني أقول أو أذكر بعض القضاء اللي كانوا موجودين في إسرائيل أول قاضي هو عسنائيل وعسنائيل هو أخو كالب الصغير وهل لقيه في بداية القضاء في إصحاح ثلاثة وعدد خمسة يبدأ يحارب الكنعانيين لأن الكنعانيين الرب تركهم لكي يكونوا امتحان لبن إسرائيل وللأسف بني إسرائيل سقطوا في الامتحان فأقام الرب ليهم مخلص فخلصهم عسنائيل من الكنعانيين ثاني قاضي هو إيهود إيهود وكان رجل أعثر يعني رجل يتحرك بالشمال لا يعرف باليمين وإيهود خلصهم من عجلون ملك مؤاب وقتله كان عجلون رجل سمين جدا لدرجة أنه لما طعنوا إيهود السيف بالنصل بتاعه بالمقبض بتاع اليد غاصة في بطنه في أعشاؤه وسقط والناس فكروا أنه هو واقع قدام إيهود إيهود قتل عجلون وهنلاقي بعد كده شمجر وأنا لي وقفة عند شمجر شوية لأنه يقول كده الكتاب أنه ضرب من ساس البقر ضرب كم واحد قال ستمائة واحد من الفلسطينيين ستمائة واحد من الفلسطينيين قتلهم شمجر بمنساس البقر إيه هو منساس البقر منساس البقر هو عصايا أو يعني باللغة الصيادية عندنا الشومة وفي آخرها قطعة حديد فإزاي واحد ومعاه شومة أو معاه يعني عصايا يقتل ستمية برضو كالحكاية محتاجة تفكير وبعض المشككين شككوا في أنه شمجر يعمل كذا أنا لو بضرب واحد بالعصايا على دماغه قدامي ففيه ميت واحد ورايا وفيه ميت واحد جنبي من اليمين واليسار مش معقولة كل واحد هنتظر شمجر يضربه هتبقى يعني مش عقلانية لكن لو بصنا في القصة هنلاقي الأمر يمكن مختلف شوية فشمجر أتى للستتمية مش لوحده لأنه دائما بينسب الفعل للقائد الكبير فشمجر لأنه هو القائد فنسب الأمر لشمجر وليس لمن معه لما نقول مثلا أنه جدعون حارب داود قتل الفلسطينيين هو مش داود لوحده هي هو الجيش معه لكن الأمر بينسب للشخص القائد زي ما نقول مثلا فرعون فرعون عمله فرعون حارب قصد أنه فرعون وجيشه هنا بيبقى شمجر ليس بالمفرد ولكن شمجر كقائد وككتيبة عسكرية معاه استطاعت أن تقتل ستمائة واحد بمنساس البقر إيه هو منساس البقر زي ما قلنا عصايا وفي آخرها حديدة هنا لو عم مسك الحديدة حسن ما يقول المفسرين وسن الحديدة فأصبحت الشوم اللي معاه أو العصايا اللي معاه مصبحت منساس بقر لو حدد وسن الحديدة اللي تحت دي أصبح رمح وليس عصا ولذلك عندما يكون معه الجنود وكل واحد معاه منساس البقر فبالتأكيد هيقتله أكثر كمان من 600 التفسير التاني للموضوع أنه الفلسطينيين وقت شامجر كانوا يقطعوا طريق فكان شامجر بذهاقه كان يمسك المنساس البقر ويمشي به يعني محدش واخد باله أنه ده سلاح لكن عشان يعني يضل للأعداء فلما يطلع الفلسطينيين علشان يسطوا على الإسرائيليين كان شامجر يقاومهم بهذا المنساس منساس البقر اللي هو حوله إلى رمح من هنا يبقى التفسير التاني بيقول أن الفلسطينيين كانوا بيطلعوا عليهم كقطع طرق وفي الآخر شامجر كان يهجم عليهم ويبددهم فأتل طول حياته طول خدمته طول قيادته لإسرائيل أتل ستمائة ستمائة واحد لكذا يقول كذا هذه الكلمات وكان بعد بعده شامجر بن عناف ضرب من الفلسطينيين ستمائة رجل بمنساس البقر وهو أيضا خلص إسرائيل يعني خلصهم من قطاع الطرق ده اللي نحن نشوف في كلمة الله أن الأشياء البسيطة الأشياء البسيطة عندما نضعها في يد الرب الرب يصنع بها عجاب موسى مع عصايا الرب يشؤ بها البحر شامجر معه عصا من ساس بقر الرب يخلص بها شعب جدعون القائد عندما جاءت عليهم مديان وأزلتهم يقول كده في الحرب أنه رب اختار تلتمية بس وأنه كل واحد معه جرة وكل واحد معه بوق ومعه أيضا شعلة نار مصباح طب ده هيهزم الأعداء هل ده يهزم جيوش هو الرب يستطيع حتى الجرة لم يضرب بها أحد لكن الأمر أنه يطلع بالليل ويدرب الجرة ويبوق بالبوق ويرفع المصابيح ويسيب الباقي على ربنا وبالفعل عمل كده جدعون فقاموا المديانيين على بعضهم البعض وكل واحد فيهم قتل الثاني عشان كده أحب بنشوف كمان سيصرة بتقتله امرأة زوجة حابر القيني الأمر مش بالقوة ولا بالقدرة طالما أنه رب هو الملك فهو يستطيع أن يخلصنا الأمر لا نستغل محبة الله زي عصر القضاء فنحن نبعد ونرجع نروح ونيجي واسقين أن الرب إلهنا هيقبلنا حب خلي فيه علاقة طيبة بيننا وبين الرب لا ننفصل عنه لا نبتعد عنه نكون معه كل الأيام وإلى إنقضاء حياتنا والرب يبارككم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر